اشتركوا في القناة اللي بيتكلموا عليه بيتهيقلي ملوش مبرد ليه لان لازم علشان الراجل ده يتعافى وطهبط العقوبة من القتل الى جنحة لازم تكون ساعة ارتكاب الجريمة يعني اقول له ازاد له بمثال لو واحد فتح الاوضة لا امراته بتزني وبعدين حيلة بينه وبينه ومش لمدة ساعة واحدة ورجع تاني بقت جريمة قتل خلاص لكن لازم في ساعتها وتبقى القرائن والدلائل وقت الكلام ده غير متاح للزوجة لان في ساعتها قد تكون اللي معاه زوجة تانية ما تبقى الزينة هي اللي تعلم زوجاته الاربع بس هو المفروض اذا تزوج مرة تانية يكون برضاها برضاها او بقى اذا ثبتت الزوجية واخد بالحضرتك هتبقى لا يمكن للزوجة ان تتبين في ساعة المفاجأة هنا هتبقى قاتلة قاتلة حضرتك ما هي طالما انها قتلت اذا هي لا تعلم انه متزوج من اخرى والقانون في مصر يحتم على المأزون انه يعلم الزوجة الاولى في حالة امياح هناك احضرتك قضية اثبات الاعلام من عدمه ووصول الاختار ده كلام لست لم ينضبط بمعنى انه ممكن الزوج يتزوج والمأزون يبعت ويقوله العنوان جي غلط لم يصل لا تعلم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة